موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بالعناوين الحكومة تستنكر اعتماد الامم المتحدة على تقارير مغلوطة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن موسيقى تقدم للمقاومة في جبهات عدة بتعز وعروض عسكرية بمأرب في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الميليشيا في صنعات تعتدي على وقفة احتجاجية نسوية تندد بتردي الاوضاع المعيشية اهلا بكم جددت الحكومة اليمنية تمسكها بخيارات الحل السلمي وفق القرار الاممي الفين ومائتين وستة عشر والمرجعيات الوطنية جاء ذلك خلال وقف الحكومة اوقوف الحكومة في اجتماعها الاسبوعي امام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت وجدية الوفد الحكومي في الوصول الى اتفاق مقابل استمرار الطلف الاخر في افتعال العراقيل والمعوقات لمنع تقدم المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وارادة المجتمع الدولي كما ناقشت الحكومة الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين والمعاناة القائمة في الجوانب الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه على صعيد المنتصل اعربت الحكومة اليمنية عن انزعاجها الشديد مما ورد في التقرير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة بانكيمون بادراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضمن القائمة السوداء السنوية للانتهاكات حقوق الطفولة وقالت الحكومة اليمنية ان التقرير الاممي استند الى معلومات وارقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشية الانقلابية واشارت الحكومة الى ان التقرير الاممي اغفل وتجاهل كل ما قدمته الحكومة من تقارير وارقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي مقدمتهم الاطفال واعتمدت على الارقام وتقارير الجاني المتمثلة في الطرف الانقلابي وفي سياق المتصل جدد السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي دعم بلاده للحل السياسي في اليمن مؤكدا على اهمية وحدة البلد وامنه واستقراره وسلامة اراضيه وقال تشي في مقال له بمناسبة قدوم شهر رمضان ان هذا الشهر المبارك يمثل اهمية خاصة بالنسبة للشعب اليمني اذ ان مفاوضات السلام بين الاطراف اليمنية تجرى حاليا في الكويت وهي فرصة ساني حال اليمن لانهاء الحرب وتحقيق السلام ودع السفير الصيني الاطراف اليمنية الى تغليب المصالح الوطنية وانتهاز هذه الفرصة لاجاد الحل السياسي الذي يتناسب مع الظروف الواقعة ويراعي هموم الاطراف المختلفة وذلك لاعادة السلام الدائم الى الشعب اليمني قالت الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية جون كيري سيقوم بزيارة الى المنطقة خلال الايام المقبلة لاجراء محادثات حول عدد من الملفات من بينها الملف اليمني واعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيري بي ان وزير الخارجية سيلتقي مسؤولين حكوميين في المملكة العربية السعودية والامارات في الثامن والتاسع من يونيو الجاري لمناقشة ملفات اقليمية ذات اهتمام مشترك خصوصا سوريا وليبيا واليمن وجهود التحالف ضد التنظيم للدولة الاسلامية ميدانيا استشهد ثلاثة مدنيين وجرحا ثمانية ثمانية عشر آخرون في حصيلة قصف شنته الميليشيا على الاحياء السكنية في تعز خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية وقالت مصادر محليا ان الميليشيا قصفت حي الكرامة في منطقة بيرباشا بمختلف انواع الاسلحة فيما سقط صاروخ كاتيوشا اطلقته الميليشيا في منطقة وادي الهارب غرب المدينة وقرى حمير والقرى المجاورة لها في مديرية مقبنة غرب تعز وإلى ذلك حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز تقدما في عدد من الجبهات ردا على خروقات الميليشيا المتواصلة وقالت مصادر محلية ان معارك عنيفة شهدتها مناطق تعبات والجحملية تمكنت خلالها القوات من تحرير عدد من المباني كانت تتمركز فيها قناصة ومجاميع تابعة للميليشيا كما تمكن الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع في الزنوج ومحيط الدفاع الجوي شمال وغرب المدينة وفي السياق ذاته تدور مواجهات عنيفة في تعز بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقتين مدارات غرب اللواء 35 مدرع ووادي غراب شرق اللواء وقالت مصادر ميدانية ان قتلى وجرح من الحوثيين سقطوا خلال تصدي قوات الجيش والمقاومة لهجمات الميليشيا ايام عصيبة تمر بها تعز الى جانب استمرار الحصار تواصل الميليشيا القصف ويسقط الضحايا يوميا وسواء التزمت المقاومة والجيش الوطني باتفاق وقف اطلاق النار ام قاتلوا فلا تهدأ الميليشيا عن استهداف المدنيين وقصف الاحياء الاخبار القادمة تؤكد استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح ثمانية عشر اخرين في تكرار هجمات الميليشيا بصواريخ الكتيوشا ضد حي الكرام السكني في منطقة بيرباشا وسط المدينة اما في الجبهة الشرقية فقد صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما للميليشيا على حي ثعبات جوار مبنى الهلال الاحمر والاذاعة واجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها القيادي في الميليشيا ابو ابراهيم الحاكم وخمسة من مرافقيه كما استطاعت المقاومة تطهير عدد من المباني كانت تتمركز فيها الميليشيا اما شمال غربي المدينة صدت المقاومة هجوما للميليشيا في الدفاع الجوي كما خاض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتالا شرسا معها في منطقتين مدارات غرب اللواء خمسة وثلاثين مدرع ووادي غراب شرق اللواء وقال مصدر في قيادة اللواء ان الميليشيات نفذت محاولتي تسلل في المنطقتين في محاولة للتقدم باتجاه مقر اللواء وفشلت بينما اسفرت عن سقوط عدد من القتل والجرح في صفوف الميليشيا وجريحين من افراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي الوازعية بتاعز قال مصدر عسكري لقناة بلقيس ان الجيش الوطني والمقاومة تقدم في الجهة الجنوبية للمديرية واكد المصدر ان الجيش والمقاومة استعدى جبال الصيابرة والعقيدة وجبل بخيتة بعد ان شنا هجوما على ثلاثة محاور هي المنصورة ودي عهد ومحور الظهورة واضاف المصدر ان قتل وجرح سقطوا من الجانبين خلال المعارك فيما تواصل الميليشيا قصف الاحياء السكنية بمختلف الاسلحة الى ذلك تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوث والمخلوع في منطقة المضاربة التابعة اداريا لمحافظة لحج وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة شهدتها مناطق تقع بين الوازعية والمضاربة مخلفة عشرات القتلى والجرح من الميليشيا كما قتل ثلاثة من المقاومة الشعبية وجريح اكثر من عشرين اخرين فيما لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة وفي الضالع سقط قتلى وجرحة في اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوث والمخلوع في موريس وكانت المقاومة قد سيطرت على جبل التهامي الاستراتيجي الان الميليشيا تمكنت من استعادته في وقت لاحق في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الجانبين في موريس كما في غيرها من الجبهات تتواصل فصول الحرب حتى في ظل ما يفترض انها هدنة منذ اليوم الاول للهدنة لم تتوقف الميليشيا عن ارسال قذائفها على المدنيين الساكنين في مرمى مدفعيتها ولم تتوقف المقاومة عن محاولاتها في التقدم باتجاه دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ الاخر العام الماضي هنا وعلى مساحة واسعة تتوزع الصورة بين غبار القذائف المرسلة من مواقع الميليشيا على التخم الجنوبية لمدينة دمت وبين وجوه لم تتعب من المواجهة ولا تزال تحرس مريس وتدافع عما وراءها منذ اشهر اكثر القنص والضرب هو من ما يسمى بجبل التهامي ومن العرفاف الذي معهم ثقنات هناك في الحامري وفي اللبان جبل التهامي كان هدفا لاخر محاولات المقاومة للتقدم باتجاه مدينة دمت وكانت المقاومة قد سيطرت على الجبل الاستراتيجي لساعات قبل ان تنسحب منه نتيجة لكثافة القصف من مواقع الميليشيا في العرفاف ونجد القرين القريبتين فيما لا تزال المعارك العنيفة دائرة بين الجانبين حتى اللحظة على خطوط التماس القائمة بينهما منذ اشهر مصعدر محلية ذكرت ان المعارك العنيفة التي تشهدها المنطقة منذ يومين خلفت قتلى وجرحى من الجانبين واكدت انه شهد عدد من الاليات التابعة للميليشيا تنقض القتلى والجرحى الى مستشفيات دمت فيما قتل ثلاثة وجرحى خمسة اخرون في صفوف المقاومة المواجهات في موريس لا تتخذ شكلا واحدا والموت الذي ترسله الميليشيا لابناء موريس ليس بالقذائف وحدها بل يأتي باشكال مختلفة تبتكرها عقلية الميليشيا التي لا تجيد شيئا سوى صناعة الموت المقاومة الشعبية ضبطت عبوات ناسفة على شكل احجار كانت مزرعة في مناطق التماس بين موريس والعرفاف والتي طردت منها الميليشيا قبل اشهر فيما تبقى الالغام واحدة من اكبر معوقات التقدم باتجاه دمت الى البيضاء حيث اصيبت امرأة في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع على القرى السكنية وقالت مصادر محليا الميليشيا قصفت منطقة قربة في مديرية الزاهر الى حميقان وفي مديرية ذي ناعم قصفت الميليشيا قرية يفعان ما تسبب باصابة ثلاثة اطفال وفضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم تعرض فريق هندسي متخصص في نزع الالغام لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية عسيلان غربية محافظة شبوة وقالت مصادر محليا الميليشيا هاجمت فريقا هندسيا متخصصا بنزع الالغام اثناء قيامه بتفكيك الغام ارضية ومتفجرات في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان ما اسفر عن مقتل احد المهندسين وتمكنت الفرق الهندسية من نزع اكثر من 140 لغما ارضيا في مناطق عدة كانت قد زرعتها الميليشيا يلذلك تتواصل المواجهات بشكل متقطع في مناطق عدة غربية شبوة بين الجيش الوطني والميليشيا وفي مأرب تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها باستهداف مواقع الجيش والمقاومة بمختلف الاسلحة وقال مصدر في المقاومة ان الميليشيا استهدفت مواقع الجيش في صرواح وجبال اتياس والمشجح وجبهة المخدرة واضاف المصدر ان الحوثيون وقوات المخلوع استهدفهم عسكر كوفل بصواريخ الكاتيوشا وان الميليشيا تواصل حجد عناصرها وعتادها العسكري في صرواح والمخدرة وفي مأرب ايضا اقيم عرض عسكري لقوات الجيش الوطني بمناسبة الذكرى الاولى لتأسيس نواة للجيش الوطني في البلاد واقيم العرض العسكري في المنطقة العسكرية الثالثة بمشاركة عدد من الوحدات والكتائب العسكرية وبحضور المحافظ سلطان العرادة وقيادات من التحالف العربي والجيش الوطني كما رافق العرض العسكري مشاركة الطائرات المروحية التابعة للتحالف العربي فيما تم عرض عدد من الاسلحة العسكرية المتنوعة وفي السياق ذاته قال رئيس هيئة الاركان العام للجيش الوطني اللواء ركن محمد المقدشي ان الذكرى السنوية الاولى تأتي والجيش على اتم الاستعداد لاستعادة الدولة واحلال السلام كما دعا محافظ مأرب سلطان العرادة الى الاستعداد للزحف بمهارات قتالية عالية لدعم القوات التي توحيد بالعاصمة صنعاء وانتزاعها من اياد الميليشيا بعقيدة الجمهورية وعلى صدى نشيدها الوطني كانت بدايات الجيش الوطني تتشكل جيش حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الجمهورية والخلاص من الميليشيا رغم صعوبة البدايات عدو الشعب لن يبقى طويلا ولا آت هؤلاء لن تكون لفرد او قبيلة وحده اليمن سيكون محور عقيدتهم العسكرية والقتالية وهي اسس تم عليها بناء الجيش الوطني الجديد الجيش الذي تشكل بناء على قرار رئيس الجمهورية من بعض كتائب متفرقة مطلع يونيو بقيادة عدد من الضباط الوطنيين بمساعدة التحالف العربي استطاعت بعدها قوات الجيش الوطني من تحرير العديد من المناطق التي سقطت بيد الميليشيا صحراء العبر بحضر موت كانت أولى مراحل إعادة بناء الجيش الوطني عن طريق إعادة تشكيل اللواء 23 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الأولى مرورا بدمج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الثامن والعشرين من يوليو وخلال الأشهر الماضية تخرجت عشرات الكتائب المجهزة عسكريا في محافظات عدن ولحج ومأرب وشبوى وحجا وتعز وبدأت فعليا في تنفيذ مهامها العسكرية رغم كل شيء يبقى إنجاز إنشاء الجيش الوطني إحدى أهم المحطات في طريق استعادة اليمن الجديد من قبضة الميليشيا والمخلوق اعتدت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء على وقفة احتجاجية نسائية تندد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتطالب برحيل الميليشيا وتعرضت بعض النسوة المشاركات في الوقفة الاحتجاجية للضرب بأعقاب البنادق كما تم تمزيق اللافتات أتوا بحشودهم ترافقهم أصوات زواملهم علهم يخفون أصوات لم يستطيعوا إسكاتها هددوا وشتموا ومزقوا اللافتات من أجل مجابهة العشرات من النساء اللواتي خرجنا للتندد بتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة برحيل الميليشيا في العاصمة صنعاء ومن أمام مبنى إدارة مديرية آزال لا جديد في اعتداء الميليشيا على النساء كما ليس جديدا دورهن النشط بالتعبير عن سخطهن ورفضهن لسلطة الميليشيا المفروضة الجديد فقط هو الثمن الباهض الذي تجبر المرأة على دفعه فهي إن لم تقتل أو تشرد من منزلها فإنها تموت قهرا على ولد أو أخ مخطوف في سجون الميليشيا أو يقاتل في صفوفهم ورغم محاولات الميليشيا العديدة لقمع كل الاحتجاجات السلمية المناهضة لها يتنامى يوما بعد آخر الفعل السلمي الرافض لتواجدها وتبرز المرأة كعادتها في المقدمة دوما لتناضل من أجل محو القتامة عن وجه اليمني وتغيير واقعه السياسي المشوه صعدت نقابة شركة صافر النفطية احتجاجاتها بإعلان الإضراب الشامل في جميع حقول وقطاع 18 بصافر بمأربة وقالت النقابة إن هذا الإعلان يأتي لعدم استجابة سلطات الميليشيا في صنعاه لمطالبهم وعدم دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم وتجاهل الإضراب الجزئي منذ أربعة أيام وأوضح أمين عام النقابة العامة للشركات المنتجة والمصدرة للنفط صالح أبو حدرة أن قرار الإضراب الشامل جاء بسبب تأخر رواتب الموظفين وعدم استلام المتقاعدين وأسر المتوفين حقوقهم منذ أربعة أشهر كرمت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز 500 معلم ومعلمة وجاء تكريم هؤلاء في الحفل السنوي الذي أقامته النقابة لتقدير الجهود التي يبدلها المعلمون في سبيل إنجاح العملية التعليمية في ظل الوضع الذي تمر به البلاد وخصوصا محافظة تعز نقابة المعلمين اليمنيين وعلى المغفرة تقاعد المعلمين مبهد نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية ودع المركز المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة العظمى والمتوقع أن تصل إلى 42 درجة مأوية في المناطق الساحلية وتسع وثلاثين درجة مأوية في المناطق الساحلية بتزامن مع رطوبة نسبية عالية وأحذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرة والبحر العربي من اضراب أو من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يشكو المواطنون في محافظة حضر موت من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ونتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية فقد خفضت الكثير من العائلات من قائمة متطلباتها كما توجهت لشراء مواد بأسعار منخفضة إلا أنها مشكوك في صلاحيتها ما قد يعرض حياتهم للخطر مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل مرحب مرحب يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان في حضر تبدو أعين الكثير من السكان حائرة وهي تنظر لأسعار ما لذ وطاب من سلع رمضان هذا العام وهم الذين يشكون من ضيق ذات اليد مع تسجيل تلك السلع لارتفاعات كبيرة في أسعارها وما صاحبها من تدهور للأوضاع المعيشية والاقتصادية المتأثرة بتداعيات الحرب التي تعيشها البلاد الأمر الذي قلص من حجم الإقبال على التسوق من ناحية إقبال الناس على مشترات رمضان لا يوجد إقبال ولكن لا يوجد نفس الوتيرة حق العوام الماضي بسبب تقلب أسعار الصرف وأسعار العملات أثر على أسعار السلع وفيما تبدو المتاجر والأسواق متخمة بالمعروضات والسلع القذائية والتموينية الرمضانية تجبر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للسكان الكثير على التنازل عن جزء كبير من متطلبات الشهر الكريم التي تعودوا عليها والاكتفاء في القليل من المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر أنا كمواطن بدأت أن نقلص في أمور كثيرة حاجات اللي هي زايدة شوية نحاول أن نبدأ المنشي الحبتين نشي الحبة الآن شهر رمضان داخل علينا والأسعار في ارتفاع وغير مناسبة مع دخلنا المعيشي وفي ظل قياب أي نوع من أنواع الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار بات الكثير من المتسوقين يلجأون لشراء المواد القذائية المعروضة على الرصيف كونها رخصة الثمن يكون المواطن عرضة لأمراض السرطان وأمراض أخرى نتيجة لهذه المواد التي أصبحت على وشك الانتهاء وعدم وجود الرقابة من قبل السلطات المحلية ودفعت الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من السكان بالبعض إلى بيع بعض ممتلكاتهم أو الاستدانة في محاولة منهم لتوفير ولو الحد الأدنى من متطلبات الشهر الكريم في كل عام تحرص الأسرة الحضرمية على توفير كافة متطلبات الشهر الفضل غير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يجعل من الصعب على الكثيرين في حضرمه تحقق ذلك هذا العام محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الحكومة تستنكر اعتماد الأمم المتحدة على تقارير مغلوطة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن تقدم للمقاومة في جبهات عدة بتعز وعروض عسكرية بمأرب في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الميليشيا في صنعات تعتدي على وقفة احتجاجية نسوية تندد بتردي الأوضاع المعيشية نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة